أعلنت شركة LG للإلكترونيات اليوم أنها ستنسحب من سوق الهواتف الذكية بعد خسائر استمرت في هذا القطاع لست سنوات متتارية يعني الجماعة أعتقد فيه ناس حتى حتنصدق منه LG عندهم سمارتفون فيه ناس ما بتعرف فيه ناس أكيد بتعرف وربما تكون تستخدمه بس طبعا LG كان عندها من ست سنوات بدأت إنتاج هواتف ذكية ولكن للأسف فشلت ما قدرت تنجح بمجال الهواتف ذكية ما قدرت تنافس كبار السوق خاصة أنت عارف هلأ المنافسة صايرة كبيرة بين أبل وسامسونج وتشاومي دقل على هذا ففيه منافسة كبيرة LG ما قدرت للأسف أن تثبت نفسها فانسحبوا من مجال إنتاج الهواتف الذكية أصبحت الشركة التي كانت تحتل المرتبة الثالثة في أمريكا الشمالية أول علامة تجارية كبرى للهواتف الذكية تعلن انسحابها التام من السوق طبعا قرار الشركة الكورية الجنوبية بالانسحاب سيترك حصتها البالغة 10% في سوق الهواتف الذكية بأمريكا الشمالية ليلتهمها عملاقة الهواتف الذكية أبل وسامسونج أكيد LG أعلنت في يناير أنها تدرس جميع الخيارات للأعمال التجارية بعد أن سجلت ما يقرب من 4.5 مليار دولار من الخسائر على مدار 6 سنوات طبعا رقم كبير 4.5 مليار دولار خسائر على 6 سنوات فلذلك أعلنت انسحابها قالت مصادر مطلعة على الأمر لرويترز إن محادثات بيع جزء من الشركة اللي صالح مجموعة فيجنربوغ الفيتنامية تعثرت بسبب خلافات بشأن الشرط أعتقد الأمر غير مستغرب يعني للمتابعين بالمجال وللكذا لأنه LG ما قدرت كثير تثبت نفسها بالمجال للسمارتفون فانسحاب LG من سمارتفون أمر طبيعي يعني متوقع ومثل ما قلنا يعني ما شاء الله أبل وسانسونج ما تركين مجال لحده مسيطرين على هذا أنا شخصيا ما أثر علي الخبر الحم بالله لأني من جماعة الآيفون وهو وفي للآيفون طول عمري رغم كل غلاء أسعارهم وبعض التعليق أحيانا بس لا يعلق على الآيفون ولا علاوي أنا أقول لشو سمهم LG روحوا نزون سيارة يلا LG خلص ما مش الحال بالسوارتفون جربوا السيارات